حديث معنى حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يقول وهل هناك أحاديث أخرى في فضل الأذان علي بارك الله فيك نعم هذا الحديث حديث ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام و قال عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة و اختلف العلماء في طول العنق هنا هل هو على الحقيقة أم على المجاز فمن أهل العلم ذهب على الحقيقة قال بأن المؤذنين يوم القيامة يبعثون و عنق الواحد منهم طويل يتميز لشرف العبادة التي كان يقوم بها لأنه كان يرفع النداء فأطال الله عنقه تشريفا له وتمييزا له عن غيره و بعض العلماء قالوا أطول الناس أعناقا يعني تطلعا إلى الأجر والثواب و لذلك يقال فلان طويل العنق أو كذا لأنه يبتغي الثواب و يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى و ينتظر الجزاء و ينتظر الجزاء و بالنسبة للأذان من حيث الفضل نعم وردت أحاديث كثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل المؤذنين و لعلك تراجع كتاب الترغيب و الترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه فعقد بابا في فضل الأذان و كذلك الحافظ النووي في كتاب رياض الصالحين عقد أيضا بابا في فضل المؤذنين